ارجعت لقصة السقوط قلت ديت القصة الأولى اللي فيها الشيطان أسقط أبونا آدم و أمنا حوى و بيستخدم نفس اللعبة معنا احنا كمان نفس الإسلوب فلما عدت أدور على المكايد مثلاً لقيت واحدة من المكايد في قصة السقوط برضو أنا عامل دراسة لهوتية خاصة عن السقوط لكن المكايد لوحديها فمثلاً من المكايد قلت يفتح عنيك على ما حرمت منه مش دي ما كده يفتح عني على ما حرمت مين فينا ما فيش عنده كل حاجة كل واحد محروم من حاجة كل واحد عنده نقطة سودة في حياته حياته في شغله في ولاده إلى آخره فيه نقطة ضعف فهو ييجي لآدم والحوى يقولها أحقاً قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة شوف الخبس هو الخبس عشان يلفت نظرها إنها محرومة من حاجة هي بلعت الطعم حور الكلام آه حور الكلام فبيقولها أحقاً قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة اطلع من جميع شجر الجنة نأكل أما شجرة معرفة الخبس فلا تأكل منه ولا تمسها لما عملت أقارن الدراسة هل الرب قال كده؟ لا ده هي أسقطت كلمة وزودت كلمة بالضبط كده لأن الرب قال لها من جميع شجر الجنة تأكله أكلاً وتأكله أكلاً دي في أصلها جميلة وحضرتك أستاذ اللغة العبرية وتقرأ العبرية كما العربية تأكله أكلاً جاية في معظم الترجمات الإنجليزية تأكله بحرية كله زي ما أنتم عايزين والوصية تبدأ بكلمة من جميع ده مديك ملايين الأشجار ملايين الأشجار من جميع الله عطاء الله حب أما هذه الشجرة قال ليه يوم تأكل منها موتاً تموت حوى بلعت الطعم زودت ليه لا تأكلها ولا تمسها زودت لا تمسها وحزفت أكلاً قال لهم تأكلها أكلاً ولا تمسها وبلعت الطعم المهم بيفتح عيني على الاحتياج على اللي ناقصني اللي أنا محروم منه إن فيه شجرة هي أنا محروم منها طب ليه ما أخدش منها يا سلام فهو بيجي واحدة من الحاجات اللي يسقطني فيها شوف ابنك عيان شوف أديك مش قادر تسدد الاحتياج شوف أدي عندك الأزمة الفلانية في صحتك وكل ما يفتح ده يصيبني بالشفقة على النفس والشفقة على النفس دي متعبة جداً جداً فطبعاً دي جذوبة واحدة من الحيال وطول ما يفتح عيني على احتياجي واللي أنا محروم منه ما أقدرش أشكر أقدر أفاشكر لا ما أنا محروم من كذا أنا اللي ما لي مخي أني حرامني اشتركوا في القناة